كنوز اللغة العربية لكيجيتو والآن يا صغاري فلنستمع لقصة حرف هذا اليوم كان ضياء وأخته ضحى يلعبان في حديقة جميلة فيها حوض ماء صغير فجأة شاهدا ضفدعا أخضر جميلا يقفز على العشب بخفة فحاولا إمساكه ليلعبا معه فلم ينجحا سأل الطفلان أمهما والضيق باد عليهم لما يهرب الضفدع منا يا أمي ولا يلعب معنا كنا سنأخذه ضيفا إلى بيتنا أجابت الأم الضفادع لا تايش في البيوت بل تعيش قرب المياه حيث تضع بيضها فهم ضياء وضحى لما كان الضفدع يهرب منهما ومضياء يقضيان وقتا منتعا في الحديقة والآن يا صغاري من خلال القصة الجميلة التي سمعناها هل عرفتم ما هو حرفنا اليوم؟ ممتاز أحسنتم هو حرف الضاد والآن يا صغاري فلنتعرف على كلمات جديدة تبدأ بحرف الضاد صورة ضفدع كلمة ضفدع تبدأ بحرف الضاد ضفدع صورة ضرس كلمة ضرس تبدأ بحرف الضاد ضرس ضرس صورة ضابط صورة ضابط كلمة ضابط تبدأ بحرف الضاد ضابط ضابط ما رأيكم يا صغاري أن نتعلم طريقة كتابة حرف الضاد بأشكاله المختلفة وقراءة حرف الضاد بالحركات الثلاث نبدأ الآن بالتعرف على طريقة كتابة حرف الضاد في أول الكلمة من هنا على السطر نرسم دائرة بهذا الشكل وننزل قليلا للأسفل على السطر وبعدها خط نضع سنة ونكمل الخط ونضع نقطة وعليه حركة الفتحة تصبح ضا والآن نتعرف على طريقة كتابة حرف الضاد في وسط الكلمة نرسم خط وبعدها دائرة على السطر نرسم خط بعدها سنة ونكمل الخط ونضع نقطة وحركة الكسر فتصبح ضي وأخيرا لنتعرف على طريقة كتابة حرف الضاد في آخر الكلمة أولا نرسم دائرة وبعدها خط بعدها نرسم سنة ننزل إلى الأسفل نصف دائرة نضع نقطة ونضع حركة الضم فتصبح ضو ضو ترجمة نانسي قنقر